السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصر رضا البيومي من كناة انجليز اولاين على اليوتيوب. اهلا بكم حبيبي ابطال الصف الثالث الاعداتي. في فيديو نهاردة بازن الله هحل معاكم انتحان محافظة المانيا. اللي لسه نازل النهاردة. واللي في مجموعة مهمة جدا من الاسئلة. فتعالك كده لو انت تطلب في المانيا وعايز تراجي اجابتك هتشوفها معايا النهاردة. ولو لسه هتمتحن فالامتحان ده يا جماعة في مجموعة مهمة جدا من الاسئلة. هتجي لك ان شاء الله في امتحانك. بالاضافة الى ان بتاع الامتحان ده بيجي في معظم المحافظات. فطبعنا لاخر الفيديو كده عشان تطلع مستفيد. وما تنساش تدوس لايك وتعلق بالتعليق وتعمل شير كتير للفيديو على الفيسبوك. يلا ببنى كده نشوف اول سؤال معنا كده اللي هو سؤال الدالم. وسؤال الدالك دوت هتلاقيه ما موجود في المراجعة بتاعتنا. اللي ان شاء الله هتلاها موجودة على القناة. طيب ما بين كريم وتوريست. وهنا بقول لي كريم يعني بتكلم مع سائح كده عن زيارته. وبدأ كريم هنا بقول له هلو هل زرت مصر قبل كده? فهنا هيقول له او لو نزلنا تحت شوية كده فبقول له هنا ليه انت بتحب تزور مصر كل سنة? معنى كده ان هو بيزورها او زارها قبل كده. يبقى الاجابة هنا لازم ان تكون بايه? بيز. يبقى يز ايه? يز اي هاف. بعد كده هنا هيسأل سؤال قال له اي انا من انجلترا. ويه? لما تجي تسأل واحد سائح. انت منين بتقول له where do you come from? احفظوا السؤال ده كويس. where do you come from? من اين انت? طيب بعد كده هسأله هنا عن المدة. ليه? لان في الاجابة بتاعتها هي ومدة. يبقى لما يجي نسأل على المدة بنسأل بhow long. how long? وتحفظ على زمن الاجابة والات. اذا how long will you stay here? كامل مدة اللي انت اتعودة هنا. بعد كده هنا بقول له why do you like to visit Egypt every year? ليه انت بتحب تزور مصر كل سنة? فهتدي له هنا سبب مسلا ممكن اقول له ايه? because it has a lot of the monuments. يعني فيها افرار كتير. and اه مسلا interesting or beautiful places. وفيها اماكن ايه? جميلة. طبعا انا هنا ممكن اؤثر اللي جابتها شوية وقول because it has because it has a lot of beautiful places. او because it has beautiful places على طول. بعد اجاب اقول له ايه? اتمنى ان انت تستمتع بزيارتك فهيقول له اكيد thank you. هيشكره طبعا. فده طبعا المحاسسة سهلة ولكنها بتيجي كتير او في المحافظات المختلفة. السؤال اللي معانا بعد كده سؤال الاكمل. تعال كده انا الله نشوف هنا بتكلم عن ايه? هنا بقول ايه? يبقى هنا عاوز يقول ان هم ايه? ان الحيانات ديت بتكون نشيطة اثناء النهار وبتكون نايمة اثناء ليه? طيب نشيط يعني اكتف. طيب بعد كده انا بقول لي although some of them بالرغم من بعضهم like to alone بيمفرده. many live in large. يعاوز اقول لي بالرغم من ان بعض منهم يعني آآ بيحب يعيش بمفرده. يبقى like to live. الا انه يبقى كثير منهم بيعيشوا في مجموعات كبيرة. طب مجموعات يعني ايه? يعني groups. وبعد كده بقول لي كل واحد فيهم هاز كل واحد فيهم عنده دور بيلعبه. وكلمة دور يعني ايه? يعني السؤال اللي معنا بعد كده هو سؤال القطع نقرأها ونشوف الاسئلة اللي جاية عليها ازاي? هنا بقول لو احنا عملنا حاجات كويسة للناس. هذه الاشياء الجادة دي. هترجع وهتعود علينا بالنفع في يوم الايام. اه كان في ولد فئر كده بيبيع جرائد عشان يدفع فلوس للمدرسة. وانضيف يوم الايام. وهو ماشي كده بالضعف والتعب والارهاق. اه the boy was very hungry وكان جعان اوي. so he decided to ask for food. بدأ يطلب طعام. when he came to the next door لما جيه الى الباب المجاور لي. الباب طلب منها اه for some food water طلب منها ميا. but seeing him poor and she gave him a glass of milk. ولكن البنت لما شفاته فقير ومريض بدل ما تدلو ميا اعطته كوباء زازمن اللبن. many years later بعد سنوات عديدة the girl who became a grown up woman fell sick. يعني البنت اللي هي حسد طبعا الكبرت بقى خلاص. بقول لي جات في يوم الايام كده وتعبت. she went to many doctors. زهبت لدكاترة كتير. but no one could cure her. ولكن ولا واحد فيهم قدر يعالجها ويشفيها. finally she went to an expensive hospital. راحت خلاص اخيرا كده المستشفى مكلفة شوية وغالية. where she got better? واللي فيها تحسنت. she couldn't pay for the hospital. ما قدريش تدفع فلوس المستشفى. the best doctor اللي هو افضل. the doctor told her طلب او اغبارها that the bill was paid. ان الفاتورة تم دفعها with a glass of milk مع كوباية من اللبن. طيب تعالك هنشوف هنا. the main idea of the passage is. الفكرة العامة بتاعت القصة دي بتتكلم عن ايه? بتتكلم عنه good things help. يعني الاشياء الكويسة بتساعد. هنا بقول لي the poor boy الولد الفارش ده became a famous ايه? اصبح ايه? اصبح دكتور مشهور. طيب انا عرفت منين? لان هو اللي دفع لها الفاتورة في المستشفى. وفي نفس الوقت ايه? آآ العلامة اللي هو يأكد ان هو ان هو دفع الفاتورة وساب مع الفاتورة ايه كوباية زاز من اللبن اللي هي اعطتها ليه زماني. طيب هنا بقول لي الكلمة الموجود تحتها خط اللي هي احنا قلنا كلمة معناها يعالج او يشفي وبالتالي هنا يعالج يعني ليه الولد بدأ وقرر يطلب طعا تعال كده نتجعه نشوفه وبدأ يطلب من الناس اكل ليه? بتجي ببص هنا بقول لي آآ آآ اهو وبعد كده بقول لي اه 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 تمام يبقى اناقول لي اولاد الجوزئية دي كده ونحطه قبلها كلمة ايه? بكوز. يبقى اللي جابة تبقى بكوز. اكيد طبعا انت هتبدأ تطلب اكل من الناس لما بتكون جعان جدا. اوكي? دي بالنسبة لأول سؤال. اه اه ايه اللي هيحصل لو عملنا حياة كويسة? موجودة في القطع. اوه? قال لك لو انت عملت حياة كويسة? اوه هزي الاشياء الكويسة ديت هتعود علينا بالنفع في يوم من الايام. في يوم الايام. يبقى دي هتبقى اجابة السؤال اللي هو رقم اخر سؤال فعلى سيدة القطع بقول لي ازاي البنت صورة دي ازاي البنت صورة ساعدت الولد. اداته ايه? نرجع كده لما هو خبط على الباب بتاعها اعطته ايه بقى اهو اعطته اه اه اداته ايه? اداته كوباء زاز من الايه من اللبن. دي اجابة سؤال نومبر سيكس. انحنا بقى دلوقتي مع بعض اسألة اللي تشوز وبعد كده التصويب بركز معان كده عشان الاسألة اللي هنا مهمة جدا جدا. هنا بقول لي ايه? ايه بقى عاوز اقول ان ايه? الاطمار الصناعيين دي بتدور حول الارض. ويدور يعني ايه? يعني والفعل ده مهم جدا. احنا بنحط البداية ايه? عشان نجيب عكسها بنحط قبلها عشان تبقى معناها لا يغافق. اه يجب ان احنا نتجنب. يبقى يجب ان احنا نتجنب قطع الاشجار بتاعتنا. طب قطع يعني ايه? طبعا عندنا حاجة اسمها يقطع يعني وهنا اجاب لها اه اه وحتطلع انجيليه عشان افويد. مصر بقول لك ان هي دائما مش ميسة لذلك يبقى يجب ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية طرح ما هي مش ميسة طاقة شمسية يعني سولر انجي. بقول لك من فضلك وصل فيه شفة التلفزيون. طبعا بلايك ان هنا بتاعني ايه? معناها ان انا بوصل. ويواصل يعني كناكت. السؤال اللي بقى معنا بعد جهة سؤال التصويب. واكد عليك دروري جدا لو بسنا ما تفعلتش ما تفعلتش مع الفيديو تنزل تفعل مع الفيديو دلوقتي حالا بلايك وتعليق واشتراك من جانب قناتنا تفعل زر الجرس وشير كتير يا جماعة للفيديو عشان كل لما هينزل المتحان محافظة بازن الله هنزل حاله على القناة. فهنا بقول لي ان قائمة قائمة واحدة اخد بالك من العجائب السبعة. يبقى اتكتبت في الفين وسبعة. يبقى هنا مبنية للمجهول. ليه? لان القايمة مش هي اللي بتكتب. تمام? بتكتب. ويه مجهول في الماضي? يبقى انا هستخدم وتصريف تالت اللي هو حطه هنا. طب انا هستخدم هنا هستخدم بس ليه? عشان انا مش بكنا مع العجائب انا بتكلم على القايمة الواحدة. تمام? طيب ده من الافعال اللي بيجي بعده والمصدر. يبقى المفروض اخليها افشي قعد اف اول ما تجيلك بص سبك من الجملة اللي نقصة. بص على الجملة الكاملة عشان تحدد هي اولة ولا تانية. فمن خلال هنا ان انا لقيت في الجملة التانية والمصدر يبقى دي حالة تانية. في الحالة التانية احنا بنستخدم بعد اف ماضي بسيط. والماضي البسيط من هف هو هاد. يبقى افشي هاتايم لو هي عندها وقت كانت ايه? كانت هتساعدنا. بقول هنا هي وبعد كده ذات. طبعا طولد عشان استخدمها في اللي هو الغير مباشر اللي لازم يجي بعدها اسم مخاطب يعني حد تقال له الكلام. ولكن اللي مش بتيجي بعدها مخاطب هي ساد. وقال ايه? هي ساد ذات. هو قال لانها. هنا بيجي مع الفعل في النظر يبقى هارجع الكلمة دي ايه اللي مصدرها اللي هي يوس. فهاولها ايه? بتاعنا هو من اهم 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 الموضوعات اللي موجودة عندنا واللي هتلاقيه اتقرر كتير في المحافظات فلازم انت تذكروا لو لسه متحانك مجاش. هنا بقولي ازاي تحمل بيت تاعتنا تعالى. كده اللي نشوف الموضوع اللي معنا ووضحنا كل جملة فيها عشان تذكروا كويس. اوه. طبعا ممكن نقول لك هو المفكرة انت لما تشوف كلمة اكتب نفس الموضوع. تعالى كان شو بها هنساعد البيض بتاعتنا زي. يجب ان احنا نعمل حاجات كتير قوي عشان نساعد بها البيض بتاعتنا. شبه هقدمك الحاجات اللي احنا يجب ان احنا نعملها. يجب ان احنا نستخدم طاقة اقل. ازاي ده هيحصل? يجب ان احنا نطف في التلفزيون والكمبيوتر بالليل. كمان يجب ان احنا نغلق الانوار والاضواء لما نغادر الغرفة. يجب ان احنا نستخدم استلالم. ومش نستخدم الاسمصير. عشان طعال الاسمصير برضو بستخدم قهربة. طب ده هيعمل ايه? ده هيوفر لنا الطاقة. وهيخلينا كمان لائقين بدنيا وصحيين. تعالى كان نشوف حاجة تانية بقى غير القهربة والطاقة. كمان احنا محتاجين نوفر المية. طب هنعملها دي ازاي? واللي هنا يجب ان احنا نطفي الحنفية واحنا بنغسل اسناننا منسبة الشغالة. ولما نيجي النس ايه? النباتات يعني يجب ان احنا نستخدم مياه الغسيل بتاعتنا بدل ما نروي النباتات بمياه مضيفة من اللي احنا بنشربها. ويجب ان احنا نتوقف عن شراء المياه في الازاز البلاستيك. نكمل. يجب ان احنا نستخدم او نشتري المياه اللي هي موجودة في اه ازاز يا ولاد ازاز اوكي? لان الازاز الازاز ديت بنقدر نحنا نعملها عدد ونستخدمها تاني. اه ويجب كمان احنا نزرع اشجار دي مهمة جدا دي. ليه بقى? لان اما بيمتصوا سنكسود الكربون من الهواء. and it's really important to recycle as much as possible. وكمان حاجة مهمة جدا بقولك المهمة للغاية ان احنا نعيد تدوير باقصى قدر ممكن. يجب ان احنا نعيد تدوير البلاستيك بتاعنا الازاز بتاعنا وكزلك الورق. دي بقى الخاتمة بقى بقول ايه? اوده ان اختم بقائلا قائلا ايه? تختم ازاي? كلنا نقدر نساعد البيئة. محتاجين نفهم ان البيئة ديت هي وطنة هي مكانة. and it is important that we respected. ويجب من الضرورة او من المهمة كمان ان احنا نحترمها. وبكده بكون حالية معاك امتحان المانيا اللي هو اه امتحانوه الطلبة النهاردة. اتمنى منك التفاعل مع الفيديو بلايك والتعليق والاشتراك المنجاني في قناتنا تفعل زر الجرس وشارك كتير للفيديو على الفيسبوك. ولو محتاج اي مراجعة مش عرف توصل الله على بتعليق وانا هنديك مراجعة بازن الله مش اطلع عنها امتحانا. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.